السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم اليوم من رحيق الإيمان يأتيكم كل يوم عداء الجمعة والسبت من الخامسة والنصف حتى السادسة والنصف بذوقية دولة الإمارات العربية المتحدة أرحب بكافة المستمعين بمختلف أديانهم وألوانهم وأجناسهم بشتى بقاع الأرض أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في برنامجكم شوف لعلي أن أدخل في صميم الموضوع مباشرة الحياء دائماً كلام السوء يصدق عكس كلام المدح دائماً كلام المدح يكاد فيه ظن كلام السوء لا يحتاج إلى ظن يصدق كلام المدح يحتاج إلى بينة عند الجهلاء الأصل العكس بمعنى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الأصل دائماً كلام الذنب أن يكون يتبعه البينة وليس المدح هذا الأصل لهذا تجد لما النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كان صادق أمين قبل الإسلام قبل ما يقول لا إله إلا الله قبل ما يقول عن الله أطلق عليه الصادق الأمين بعد الدعوة مباشرة اتجهت حرب قريش ما يسمى للحرب الإعلامية يعني الآن ما ترونه على الساحة من تشويه صورة كل حد يخالف حد هذا ما هو الآن هذا من أيام من أيام نوح من أيام نوح من أيام إبليس إني لكما لمن الناصحين كذب إعلامي كل من الشجرة وأمورك طيبة كذب إعلامي أول من مارسه إبليس نوح عليه السلام تعرض للحرب الإعلامية حينما قال حينما أصبح الناس تمر علي يستهزئون به ويا نوح أصبحت نجارا بعدما كنت نبيا ومر بهذا الحرب الإعلامية أيضا سليمان عليه السلام حينما الله عز وجل قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان فاتهموا سليمان عليه السلام بالسحر واتبعت الحرب الإعلامية مع مريم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة واتبعت الحرب الإعلامية على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام ثم جاءت بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم من صادق أمين لكاذب مجنون ساحر كاهن يفرق بين المرء وزوجه إلى النهاية بين الإبن وأبي فهذه الحروب الإعلامية مورست سابقا والناس دائما تنقل الذم أسرع من المدح يعني بمعنى أنت على مستوى مؤسسة عملك على هذا المستوى البسيط اجلس في جلسة وامدح مديرك مثلا أنا أنت هزاع مثلا أنا وانت والشباب جلسين وقل لا والله مديرنا محترم هل حد يوصل الكلمة للمدير ها يقول يا رجال مديرنا حسبنا الله عليك ما عرفت شو صار أمس شو وسيء مجالس قال حسبنا الله عليك فدائما كلام السوء يصل سريعا أسرع من الضوء كلام المدح ما يصل هذه طبيعة الإنسان لهذا تجد الناس الله عز وجل طلب البينة على الكلام لأن الناس تمين للذنب الناس في طبيعتها تمين للذنب بمعنى تعالي أي مؤسسة حكومية أو خاصة شوف كل الخدمات التي تقدمها المؤسسة يأتي رجل صور لك سناب ولا فيديو شوف معاملة الريسبشن شوفوا كذا وش اللي ينتشر أكثر وش اللي ينتشر أكثر شباب الذنب الذنب تدفع ملايين الدراهم وملايين الدولارات في سبيل تعبيد الطرق وكذا مطب حفرة موجودة في الطريق أنت ما عجبت انظروا شوفوا استهتار البلدية في المطب زين طول الطريق ثلاثمائة أربعمائة كيلو طول الطريق عندك ثلاثمائة أربعمائة كيلو عندك حفرة صغيرة أنكرت كل هذا كل هذا أنكرته فهذا طبعي الإنسان إنكار المعروف في ورود الذنب وأيضا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الزوجة قال عليه الصلاة والسلام لو صنع أحدكم الدهرة إليها معروفا ثم رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ما شفت من الخير أبدا فأنكرت المعروف ووضعته تحت قدمي فهذا طبيعة الإنسان طبيعة الإنسان للذنب يميل الله عز وجل قال عندك ذنب إي تبينه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينه زين عندك ذنب عفلان رأيته غيبة ليحفظ ألسنة الناس لهذا الحروب الإعلامية دائما تسير في مسار واحد هو التشويه تشويه سمعة أفراد تشويه سمعة مؤسسات تشويه سمعة منهج تقوم به دائما الذي لا يملك البينة يشويه سمعة الآخر أبو جهل وأبو لهب ما يملكون فصاحة القرآن فاتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر دائما الناس تنفر من الألقاب الحين الناس فيها إلا من رحم ربك فيه يوجد بعض السذاجة ما نوكر أنا لاحب بالمثالي في الإعلام يعني فيها سذاجة تجد الرجل عنده بيّنة وسحر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بيّنة عنده قرآن كلام فصل ما هو بالهزل يأتي أبو لهب وأبو جهل ما عنده ما هذه البيّنة محمد ساحر أنت بطبيعتك العرب تخاف من أيه؟ من زمان وش تخاف العرب؟ العرب من زمان من ماذا كانت تخاف؟ من السحر فينفر الناس عنه الحسن بن الهيثم كان عالم كبير اتهموه أنه ساحر حتى الناس تنفر منه حتى الناس تنفر منه النساء تنفر من ماذا؟ من المرأة البغي يقول لك هذه مرأة بغي التاجر بعرضة زين مريم عليه السلام تربت في أكنافهم وأنبتها نباتا حسنة كيف ينفرون الناس والنساء منها والأطفال؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيمة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أصلا كان الصحابة لا يرسلون الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان يومه عند عائشة لأنهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة تصور قالوا لا عائشة فعلت وفعلت فتجد دائما هذا موجود هدف الذي لا يفقد ما تملكه أنت من علم من هدف من دولة من قيادة يسعى لتشويه سمعتك لأنه لا يملك هذا الشيء تجد العاق رجل الله عز وجل ابتله بعقوق ابنه مثلا واحد الله ابتله بعقوق ابنه عاق تجد يتهم أهل الوفاء بالعقوق تجد يتهم أهل الوفاء أهل البر بالعقوق تجد مثلا رجل في بيته في منزله يحكم منزله يمارس عليهم أقصى أنواع الاضطهاد يحرمهم من كل خير يمنعهم عن كل خير ويستوطن في بيته الغريب يدخل بيت غرباء يعطيهم غرف المنزل أسكن هنا عند عرضه وبيته واخته وأمه يجعل غرباء يدخلون فيتهم الشرفاء بالخيانة ممن يحمي بيته يتهم الشرفاء بالخيانة ممن يحمي بيته تجد الرجل الذي يخشى أن يفضح أمره يسعى للهجوم مثلا امرأة بغي بغي تقول لا فلانا ما عليك عندها كذا وفلانا ما عليك عندها كذا الرجل تاجر مخدرات تجد هذا عنده مخدرات هذا يسعى مخدرات هذا مدمن فتجد الرجل الذي يخشى أن يسلط عليه الإعلام تجد يسلط الإعلام على الآخرين شوفوا هنا ها سلط يلا وينسى نفسه لا ينظر للمرأة فلاذا اعلموا أن الآن نحن في عصر لا يختلف عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب الإعلامية لا يختلف عن عصر نوح ولا عن عصر سليمان ولا عن عصر موسى ولا عيسى ولا مريم هو العصر نفسه لكن تغيرت الأدوات سابقا كانوا يتناقلون الذنب في مجالسهم تأتون في ناديكم المنكر في مجالسهم يتكلمون الآن عندنا وسال التواصل الاجتماعي كل إنسان أصبح إعلامي يملك جهاز يخرج أخلاقه يخرج تربيته يعاد ما يشاء ينفث سمومه أو يعلم الناس الأخلاق فبما أن اختلفت الأدوات يجب أن يختلف عقلك يجب أن يختلف عقلك ويعلم أنك الآن أنت مستهدف بدينك أنا أتكلم معكم بصراحة يزعجني يزعجني إولئك القوم الذين يخرجون لك أن نحن حرصين على الدين أو حرصون على الدين نحن نحرص على الدين نحن نحرص على الدين ونحن من خدام الدين ونحن نحرص على كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم لكن حرصهم هذا يأتي على دولة ويتركون الدول أخرى حرصهم هذا يأتون على دولة ينفثون السموم فيها وفيها وفيها ويتجاهلون دول أخرى والأدى والأمر ليس حرصا على الدين إنما يعادون سياسة فيأتون في الدين يزعجني أن ذاك الرجل الذي يحرص على الشام وسورية ويطالب بالجهاد وهو للآن حي وأبنائه في أرقى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ثم يأتي لك ساذج يقول فلان تاج راسك تسمعت هذه هزاء؟ فلان تاج راسك أنا عندي مسألة فلان تاج راسك زين تاج راسي بس أنا عندي هذا لا تاج راسك يا أبنى سفلان قال كذا كذا وهذا تاج راسك ثم تاج راسك سدج فيأتي فلان يرقل من برق سوريا جهاد دم حور عين أهم شيء الحور العين كأن الجنة بس حور عين نحن ندخل الجنة بأخلاقنا قبل الحور العين سيدي دخول الجنة للأخلاق أسرع من الجهاد دخول الجنة بالأخلاق أسرع من الجهاد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس للجنة قال تقوى الله وحسن الخلق أكثر شيء يدخل للناس للجنة أنا أعلم أحاديث كثيرة دخلت الناس للجنة بحسن الخلق بغي سقد كلب رجل أخر شوكة وأعلم أخلاق كثيرة أدخلت ناس النار حتى من الصحابة المرأة التي تؤذي جارتها بلسانها أليس الصحابية دخلت النار الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم أليس الصحابي سرق قطعة قماش النبي صلى الله عليه وسلم قال تشتعل عليه في النار صحابة ودخلوا النار فلا تأتي وكان يجاهد صحابي دخل النار كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قتل نفسه ما صبر على الألم قال صلى الله عليه وسلم هو في النار أعلمنا ناس كثير دخلوا النار بأخلاق سيئة وناس كثير دخلوا الجنة بأخلاق سيئة فليذا يأتيك الرجل يريد أن يجاهد تجد يجاهد على نفسه وكذا ويريد أن يذهب الناس وينصر الناس وما زال حيا تجد لا يبرز الدين إلا على غيرته ولا تبرز إلا على زوجته أو كذا البسي كذا أعملي كذا وعلى أخته وعلى كذا وعند ابنته بايعينها هذا التناقض الموجود هؤلاء الذين يحرصون على دينك هم أنفسهم من دمروا الأوطان باسم الدين أولئك القوم الذين يحرصون على حرب إعلامية ضد وطنك هم نفسهم نفسهم هم من الآن يحرصون على أوطانهم اللي تسلطوا على أوطان الناس هم الآن يحرصون على أوطانهم تسلطوا إعلام الدين وجهاد ومعرفه ويخرجوا يضرب الطاولة الجهاد واقتلوا ليس فيكم ويخرج يذكرونه يضرب الطاولة ويقوم أين أنتم أين الآن هو جالس في وطن آمن وعيال الأربع حوله هم ليسوا بحمقة أنتم الحمقة لا تسأل الرجل لماذا خدعتني سأل نفسك لماذا خدعت اسأل نفسك لماذا خدعت أنا لما تجد رجل مثلا أنا أعلم هذه المقدمة لا يحبها الكثير لكن أنا لو أمشي في برنامج رحيق الإيمان في الناس تحب ما تحب يوقف البرنامج أنا لا أريد ما تحب ولا ما تكره أريد عقلك أنا أنا أستهدف العقل عندك مشاعرك ما أبالي بها ولن أبالي بها لأن مشاعرك هي الدمر فيأتي الرجل وأذكر كثير من المسائل كثير من المسائل مثلا يأتيك يريد هذا يقود إعلام يقود سياسة بأموال استهدف وطنك استهدف الجزائر استهدف المغرب استهدف ليبيا استهدف العراق الإمارات استهدف سعودية في سبيل تدمير وطنك وهو في وطنه يريد أن يبقى آمن شوف أعطيكم حاجة لعل أن ألخص فيها الحلقة ليس دفعا عن أحد لكن أنا في هذا الكلام سأخاطب العقلاء والله العظيم هذا الكلام الآن يخرج من قلبي أقسم بالله وأشهد الله عز وجل على صدقه مئة بالمئة أشهد الله أني صادق في هذا ويخرج من قلبي الآن لو رجعنا قبل عشر سنين عشر سنوات عشرين سنة وقلنا أن هناك حم لا تستهدف المملكة العربية السعودية حد يرضى حد يرضى يقول لك حرب إعلامية إلا بلاد الحرمين صح أو لا أقسم بالله لا يرضى الصغير والكبير تستنفر الأمة لو قلنا قبل عشرين سنة أن هناك حرب إعلامية تتجه إلى المملكة يعادون المملكة العربية السعودية أنا سأضرب لك مثال اسمع مثال أقسم بالله ما حد يرضى لا صغير ولا كبير إلا السعودية كل البلاد يصير ما يصير إلا بلاد الحرمين هذا كانت داخلنا صح؟ الآن ظهرت في آمن الناس تنشر بين العام ما كره السعودية في ناس الآن وهذه الحلقة أقسم بالله الآن أتكلم من قلبي الآن عندنا إعلام يتسلط على المملكة العربية السعودية لأنهم يعلمون طالما العرب تحب السعودية والتوالي السعودية وتخشى على الحرمين السعودية تبقى بإذن الله برجالها وقيادتها بأمن وأمان لأن نحب العرب معهم فقالوا ماذا نفعل؟ نزرع الكراهية في المملكة العربية السعودية الناس تصبح لا وكذا وحن لا الشعب غير والقيادة غير لو ذهبت القيادة ذهب الشعب وذهب الأمن والأمان فيتسلطون أعلاميا فينقسم الناس كما فعلوا في العراق كما فعلوا في ليبيا الآن يستهدفون المملكة العربية السعودية بإعلامهم حتى الناس يصبح الناس مختلفين في السعودية هم لا يستهدفون أرض السعودية هم يستهدفون الحرمين فلما يصبح الناس لا السعودية ولا الشعب السعودي لا القيادة لا الشعب لا يختلفون الناس ثم تأتي الدول التي تريد شرا بالسعودية تنقض على السعودية لا قدر الله اقتصاديا سياسيا أيا كان فهم الإعلام الخبيث الآن يزرع الكراهية في دولتك يزرع الكراهية في وطن غير وطنك حتى الشعوب لا تتعاطف مع الذي يجري حتى الشعوب لا تتعاطف مع الذي يجري لأن لو الشعوب تعاطفت مع الذي يجري لا يستطيع العدو أن يدخل معك العدو لا يستطيع أن يدخل في أسرة متحدة فيأتي يتكلم على السعودية ما أدري أنا وش العقول هذه التي تريد أن تستهدف عقر دار المسلمين إعلاميا أو ما أدري السعودية هذه أنا لا أمدح السعودية على فكرة السعودية لا تحتاج ولا تحتاج حد منها عندنا ثلاثين مليون لو كل واحد غرّت تغريدة يبندون تويتر سعودية أنا أعلم الشعب السعودية لا تطيح في لسانة جالسين لك تويتر جالسين لك انستجرام جالسين لك سناب شات جالسين لك إعلاما جالسين لك وجنود جالسين أنا ما أتكلم مدحا أو ذمّا أنا الآن أخبرك أن هناك استهداف أنت يجب أن تكون عاقلا أنت يجب أن تكون عاقلا لما يأتي رجل غير مسلم غير مسلم ما هو مسلم يخرج بدولة خليجية في قناة إعلامية يتكلم على السعودية يتكلم على السعودية وينتقص منها ويسمح له هذا أن يطعن في السعودية والحرمين ماذا تريدون؟ لما يخرج إعلام ممول من دولة خليجية في شط تبقاء الأرض يستهدف السعودية هذه كارثة هم لا يريدون السعودية ولا الشابس هم يريدون الحرمين إذا حصل زعزعة في الحرمين لا عمر ولا حج ولا شيء ولا الدول خليج كلها تذهب يعني أنا والله أتعجب أحيانا من قطر قطر لو سقطت السعودية أنت تغرقه ترى صح والله أنا استغرب أقول هذا بنت مين فقد عقله والله العظيم مجنون هذا أنت لو تطيح السعودية أنت تطيح محها مباشرة برنامج ليس سياسي ديني أنا أتكلم الآن بالدين جارك لو طاح احترق منزل وجارك بيحترق منزلك أنت من تتقوى؟ بمن تتقونت؟ أقول لبنين؟ جار يعني كارثة من تتقونت؟ فهذا مجنون أتى بالجزيرة وأتى بمسيحيين يتسلطون على إعلامنا أنا لست مع الطائفية لكن لما يأتي يطعن في السعودية يطعن في الحرمين يطعن في ديني أنا أكبر طائفي هنا لأنني أنا لا أسمح لنفسي أن أطعن بديني أحد ديني يمنعني فقف عند حدك فلما يأتي يمنحه برامج يتكلم عن السعودية يتكلم عن السعودية أنت قسم السعودية؟ يا رجل الدمام لو دخل بس الدمام عندك ما في مساحة لقطر غرفتين وصالة وبلكونة فلهذا لما يأتي هذا الرجل يتسلط على سعودية سعودية ويمول ضد سعودية النهاية وش تريد؟ طيح السعودية؟ الطيح السعودية لا قدر الله؟ أنت تحسب تصبح أنت خليفة المؤمنين؟ تحسب تصبح أنت خليفة المؤمنين؟ تحسب أنت تصبح متمكن؟ زينة أنت طيحت ليبيا وش استفدنا بإعلامك الجزيرة؟ طيحت مصر وش استفد؟ طيحت تونس ماذا استفد؟ طيحت سوريا وش استفد؟ كثرت اللاجئين كثرت القتل والدم وكل هذا في الإعلام يا رجل من أعانى مسلم من أعانى على قتل مسلم ولو بنصف كلمة جاء إلى الله وكتب عليه يا اسم الرحمة الله انت كم مسلم أعنت تقتل؟ أنا أسأل كم مسلم يا تميم أعنت تقتل في إعلامك؟ بس المصيبة المتعاطفين مع تميم سذج المتعاطفين وعد تميم أحد الدول العربية أن يقدم لها خمسة مليار دولار من ثلاث سنوات ما قدم لها ولا دولار وعدة تميم نفس الدولة أن يوظف عشر آلاف مواطن منها في دولتي قطر ما وظف إنسان ومنع عنهم التأشيرات هو يعمل في الإعلام هو يكذب إعلامياً يتعاطف مع الناس يتعاطفون مع الناس لماذا يتعاطفون مع الناس؟ السذج السذج فهذه كارثة لهذا أقول أقول للشباب الآن عندنا حرب إعلامية موجهة ضد السعودية اسمعوا هم يريدون أن تصل لمرحلة تختلفون على حب المملكة يريدون منكم أن تصل لمرحلة تختلفون على حب المملكة حتى لا قدر الله إذا وقع شيء يصبح مؤيد وشامت ومعارض فنسبة المعارض إن حصل سوءاً يصبح الثلث والمؤيد والشامت الثلثان هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه بإعلامهم الإعلام الموجه أنت كن عاقلاً ماذا يريد إعلام يوجه ضد الدول الأخرى يعني أنا أتعجب أعطني إعلاماً وجه ضد قطر من من يموله قطر أعطني إعلام وجه زين أنا اليوم حلقتي عن بر الوالدين يحكى أن حاكماً ذهب أبوه في رحلة الصيد فلما ذهب أبوه بالطائرة انقلب على أبيه وطرد والده من دولته ثم بعد ذلك لما أراد والده أن يرجع رفض ثم طالب الشرطة الدولية بالإتيان بأبيه مقبوضاً عليه حاكم عربي فعل هذا في أبيه ألا يفعل هذا بدولتكم وقيادتكم وشعبكم يا سادة شوف يوجد مثل كانت تردده جدتي تقول عاق الوالدين ما منه لا ترجع منها خير عاق الوالدين لا ترجع منها خير فليهذا الإعلام موجه ضد السعودية إعلام ممنهج جداً ممنهج حتى يختلف الناس في حبنا للمملكة العربية السعودية وللعلم أنا لست سعودياً ولا أمي سعودية ولا والد سعودي ولا جد سعودي لكن يأبى تأبى عروبتي وإسلامي ودمي أن يحصل بالسعودية سوء مهبط الوحي وأرض النبي صلى الله عليه وسلم وبلاد الحرمين أي إنسان عاقل يرفض مهما جرى فلا تظن أن أولئك الذباب الذين سلطوا على المملكة بتويتر وسناب شات والإعلام يريدون خيراً في الإسلام لو كانوا يريدون خيراً في الإسلام لما دمروا الأوطان زين أعطني معونات قطر للدول المنكوبة أين معاناة مساعدات قطر لليبيا أين مساعدات قطر لتونس أين مساعدات قطر للعراق أين مساعدات قطر لسوريا أين هي هم يهدمون ويردون من وطنين أن يبقى آمناً مطمئناً هم يريدون قتل الشعوب وشعوبهم آمنة يريدون حرق الدول وبلادهم تبقى آمنة دولة يحكمها عاق لا ترجو منه خيراً أنا ضد البرامج السياسية ولا أحب أن أتكلم بالسياسة لكن أحزن لما أرى الشعوب الإسلامية فيها سذاجة أحزن لما يتيني شاب 19-20 سنة يدافع عن تنظيم الحمدين وقد دمر وطنه لهذا نادر جداً أن تجد ليبي يتعاطف مع قطر نادر جداً أن تجد عراقي يتعاطف مع قطر نادر جداً أن تجد سوريا يتعاطف مع قطر لأنه ذاقوا وبال أمرهم أما يتيني رجل بلده آمن مطمئن سخاء رخاء ويقول أنا مع قطر أقول لأنك لم تذق وبال قطر لا أقول لك إصمت بل أقول إخرص بارك الله فيك مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم من رحيق الإيمان